ماذا عن منافسه النادي الاهلي في دوري أبطال فروكيا أبرز المعلومات عن الفرق ونبدأ به شباب بلوزداد الجزائري يلا بنا شباب بلوزداد أسس سنة 1962 ملعبه هو 20 أغسطس ساعة الملعب 15 ألف مشجع الترتيب في الدوري المركز الـ 12 لعب سلاس مباريات لم يفوز وتعادل في سلاس مباريات ولم يخسر لديه سلاس نقاط لم يسجل ولم يستقبل السلاس تعادلات كانت سلبية أولاندو بايرس الجنوب أفريقيا تأسس 1937 ملعبه هو ملعب أورلاندو وساعة الملعب 37 ألف مشجع والترتيب الحالي في الدوري المركز الثاني برصيد 9 نقاط لعب 3.3 جمع فيهم 9 نقاط 6 أهداف واستقبل هدف واحد استاد أبيتجان الإفواري تأسس 1936 ملعبه هو استاد روبرت ساعة الملعب 10 ألف مشجع وترتيبه الحالي في الدوري المركز العاشي برصيد 3 نقاط لعب مباراتين فاس في لقاء وخص اللقاء سجل هدف واستقبل أربعة ده بالنسبة للنادي الأهلي ماذا عن منافسه ببرامز في مجموعته في دوري الأبطال وبطبيعة الحال هنبدأ بالتراجي التنسي تراجي تأسس 1919 طبعا ملعبه هو استاد رادس ساعة الملعب 60 ألف مشجع الترتيب الحالي في الدوري المركز الرابع بعد أربع مباريات فاس في اثنين وتعادل في اثنين ومخسرش أي مباراة سجل ثمان أهداف استقبل أربع سجرادة الأنجولي تأسس 1976 ملعبه هو استاد سجرادة ساعة الملعب 8 ألف مشجع ترتيبه الحالي في الدوري المركز العاشر بعد ثلاث مباريات فاس في لقاء تعادل في لقاء خسر في لقاء سجل ثلاثة أهداف وستقبل زيه جوليبة المالي تأسس 1960 ملعبه هو استاد 26 مارس ساعة الملعب 50 ألف مشجع الترتيب الحالي في الدوري المالي المركز الأول بعد ثلاثين مباراة فاس في اثنين وعشرين تعادل في أربع خسر خمسة سجل 48 استقبل 18 براسيط 69 نقطة ده منافسه بيرامنز خلصنا دوري الأبطال نروح للكونفدرالية ومنافسه نادي الزمالك وأيضا المصري في الكنفدرالية عشان الزمالك المصري في مجموعة واحدة بلاك بولز الموزنبيكي تأسس مؤخرا يعني من سبع سنين بس في 2017 الموسم الأول في الدولة الموزنبيكي للمحترفين في 2020 لعبه ملعب النادي هو متوالة ساعة الملعب 5000 مشجع ترتيبه الحالي في الدولي المركز الثالث بعد 17 مباراة فاس في عشرة تعادل في ستة خسر في واحدة وجمع 36 نقطة سجل 20 استقبل 15 ده بلاك بولز تاني هتولي إن ينبا بقى اللي بعده أنا مستنيكم ده ده مش إن ينبا ماشي طيب أقول لكم أنا إن ينبا إن ينبا سنة التأسيس 1976 ملعب النادي هو استاد إن ينبا ساعة الملعب 16000 مشجع ترتيب الحالي في الدولي هو المركز التاني بعد ما لعب خمس مباراة فاس فاربعة خسر في اللقاء ما تعدلش في أي مباراة سجل 9 أهداف استقبل 4 أهداف وعنده 12 نقطة وإن ينبا من الفرق الشهيرة طبعا تاريخيا في القرى الأفريقية طيب